أهلا بحضراتكم مرة تانية ما فيه شك أن صناعة الفن هي واحدة من أهم أدوات قوت مصر النعمة في التأثير على كل فرد داخل المجتمع وما فيه شك كمان أن صناعة الفن ليها دور كبير جدا في تشكيل وعي وتعليم أولادنا القيم والأخلاق والاختداء بالآخرين عشان كده النهاردة هنسأل إزاي ممكن تساهب السينما والدراما في تربيت أولادنا وبراتنا وهل أفلام زمان علمتنا وأثرت فينا فعلا وممكن لإيها دور كبير في تربيتنا ولا لأ أسألة كتير جدا هنجاوب عليها النهاردة معظفتنا في الستوديو دكتورة الشيرين درديري الاستشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك لمنورنا في الستوديو صباح الخير على حدك دكتور منورنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير عليكي وصباح الخير على مصر كلنا صباح الخير عليك أهلا بكي دكتور في البداية يعني عايزة أسألك عن المبدأ نفسه فيه ناس بتقول إنه آه فعلا الفن بيؤثر في المجتمع بشكل كبير جدا وأفراد المجتمع بشكل كبير جدا فيه ناس تانية شايفة إنه لا الفن لا يؤثر وإنه يعني الفن هو مجرد تكسيد للواقع الفن هو مجرد إبداء رأي لصناعهم حضرتك مع أي رأي فيهم أنا دايما بحب أوثق كلامي بالأبحاث لأنها دي اللي بتحسم الأمر لأنها بتبقى مجربة على عينات من الناس وبنتائج معتمدة الأبحاث فيه أبحاث كتير جرت على تأثير الدراما على العقول وعلى قيم الأخلاقية والنسيج الأخلاقي والثقافي للأشخاص فلاقينا إنه فيه نسبة كبيرة جدا جدا وبنسبة عالية بتتأثر سلوكيات الشعوب بنوعيات الدراما اللي بتقدمها تأثير غير مباشر يعني التأثير ما بيكونش ظهر وبيحصل نوع عشان أوضح برضو كلامي إحنا السلوكيات بتاعتنا بتتكون إزاي بتدخل لنا بعض المعلومات عن طريق الحواس العين والسما وبتبتدي تعمل لنا المشاهد بتعمل لنا فيلنجز داخلنا مشاعر والمشاعر بتترجم في سلوكيات لما نقابل مواقف في المجتمع تشابه الموقف اللي شفناه في المشهد والدليل على كده إن إحنا حتى في سننا ده في مسلسلات عامل علامات عندنا لغاية دلوقتي وبتفضل المشاهد بتاعتها مترصخة في أزهاننا بتؤثر بطريقة لا إرادية على سلوكياتنا في المستقبل عشان كده بيكمن أثر الدراما بشكل كبير جدا على تكوين السلوكيات ومن هنا أنا لازم أنوه ومن منصة البرنامج بتاعكم لجميع المؤلفين للأفلام والمسلسلات إن هم ما يظهروش حتى لو هيظهروا ظاهرة سلبية لازم يظهروا العلاج بتاعها يعالجوا هذه القضية صح؟ بالظبط ولازم تكون الدراما هدفة كمان يعني ما كونش بعمل مجرد مسلسل أو فيلم بدون هدف لازم تكون فيه رسالة معينة عايز أوصلها للمجتمع وأكون حاطت في اعتباري أن الشاشة مفتوحة لكل الطبقات العمرية فلازم أبقى حريص جدا وأنا بقدم النموذج لأنه بيأثر بشكل غير مباشر على القيم والسلوكيات بتاعة الأجيال المقبلة طيب دكتورة شارين عايزين نرجع وراء شوية ونفتكر إيه هي الأفلام والمسلسلات اللي تعلمنا منها واللي أثرت في حياتنا وربت أجيال علمت أجيال الحقيقة أنا هرجع بالزمن شوية لحتى الجيل اللي قابلي كان فيه فيلم أنا بحبه جدا يعني أنا شفته هو قديم جدا ولازم ألقي الضوء عليه لأنه فعلا رسالته هادفة جدا كان اسمه أرض النفاق وكان للفنان رحمة الله عليه فؤاد المهندس الفيلم ده بجد يدرس الفيلم ده المضمون بتاعه إنه هو عايش في عالم مش عاجبه في القيم والأخلاق فهو بالصدفة عدى على محل بيبيع حبوب حبوب فيها أخلاق يعني كل خلق زي الأمانة زي الصدق لما بياخد الحباية بيتصرف بالسلوكيات دي فالحقيقة فكرة الفيلم حلوة جدا حلوة جدا وكمان هادفة وبيعود يجرب كل سلوك إيجابي زي الصدق وزي الأمانة وزي مساعدة الغير وأنه هو يعمل خير بيعود يجربه لما بياخد الحباية بتبقى سلوكياته كده وكمان الصراحة فده غير حياته جدا وابتدى يحس أنه هو الحاجات دي بقى ليها أثر إيجابي وبقى مش حسس بسراع جواه خليني أقول حاجة أن اللي بيعمل يعني الإنسان في الأصل خلق على الفطرة خلق على الخير يعني الأطفال لما بيتولدوا بيتولدوا على الخير دون خبص دون أي حالة دي الفطرة بتاعة الشخص فلما بيعمل سلوكيات تنمو من قيم مضادة للفطرة بيحس بصراع نفسي وبتكون النتيجة أنه هو بيبقى عنده اضطرابات نفسية حتى لو هو ظاهر قدام الناس أنه هو متكامل هو بيفزي الجهد أنه هو يظهر بدون صراعات ولكن الأساس والفطرة كل من يخالف الفطرة بيتعب طبع دكتور كاميرا سبعة الخير يا مصر نزلت الشارع وسألت إيه أشهر الأفلام الأعمال يعني كان فيلم أو مسلسل أي عمل فني أثر فيه شخصيتهم أو شخصيت أولادهم وإزاي كمان هم شايفين أهمية الدراما خلينا نشوف إجابات الناس في الشارع ونرجع كمان نكمل كلامنا مع دكتورة الشري دور كبير بتلعبوا السينما والدراما في تشكيل قيم المجتمع ووجدان الشباب وكمان سلوكياتهم سؤالنا النهاردة للأباء والأمهات عن أهمية السينما والدراما في تكوين شخصية أولادنا في البيت وبرى البيت تعالوا نشوف وليلي إيه أهمية الأفلام والمسلسلات في تكوين شخصية أولاد طبعا بتأسر تأسير جامد لأن معظم الشباب الوقتي بيتأسروا بكل الحاجات اللي بتيجي في التلفزيون مسلسلات أو أفلام طبعا طفل بتأسر يعني ما بتابع فيلم بيشوفه مرتين ثلاثة أربعة بياخد الكويس فيه دراما بتأسر في الشباب من ناحية السلوكية من ناحية الدينية وخصوصا المسلسلات الاجتماعية اللي بتيجي في التلفزيون بتأسر فينا جدا تعلم الأطفال وتعلم الشباب الزي يحترموا يعني البيت اللي هم عايشين فيه والمجتمع اللي هم عايشين فيه من الأفلام أو المسلسلات المصرية اللي بتنشر القيم والمبادئ والاحترم اللهو ما بيش يعني أحسن من ونيس أبو العروسة وكان فيه مسلسل رمضان كريم كان حلوة أوي يعني حاجات الاجتماعية بتبقى حلوة كتير يعني مش جديدة أوي يعني ممكن أقول في جيل الواسط زي ضمير قبل حكمة طبعا من أفلام الأزيمة من أبيض وصوت الاختيار ده طبعا حاجة أساسية ده أثر في المجتمع كله آخر الرجال المحترمين للراحل نور الشريف هو تقريبا أبو العروسة ده يعني ده في كل عيلة مصرية يعني فيه مسلسلات زي مسلسل مثلا ونيسك مسلسل أبو العروسة اختيار المسلسلات اللي هي دي جميلة فيه يعني حاجات بتعرف العيال برضك حاجات كتيرة يعني طيب دكتور يعني تبعنا ردود الناس في الشارع يعني واضح أن الناس مقتنعة ومجمعة على فكة أن فعلا الفن ومسلسلات والأفلام بتؤثر بشكل كبير جدا على علينا وعلى أولادنا عايزة عرف من حضرتك يعني أنا كولي أمر في البيت شفت مسلسل أو عمل فني إيجابي وبيشجع على السلوكيات الحميدة وما إلى ذلك إزاي أقدر أفهم ابني أو بنتي أنه يعني اللي احنا شايفينه دلوقتي ده أو المشهد ده لازم نتعلم منه أو العكس مشهد سلبي إزاي أقدر أفهمه أن التصرف ده مثلا تصرف سلبي على فكرة هو أنا بحط على عاطق المخرج والمؤلف الدور ده لأن المشهد أوتوماتيك لي بطريقة غير مباشرة بيأثر في الطفل بشكل كبير جدا سواء بالقيمة إيجابية أو سلبية علشان كده دايما بأؤكد أنه هو لازم يدي سيئات الصورة السلبية دي ما يطلعهاش في صورة إيجابية أو يطلع مشهد بقيمة سلبية وما يفهمش عيوبه إيه أو بطريقة غير مباشرة يوصل إيه سلبياته على حياة الشخص ده على المدى الطويل إنما لو حصل وشايف ابني أو بنتي بيتفرج على حاجة أنا شايفة أنها بالدعم قيمة أو فيها ألفاظ خارجة أنا لازم أعلق ما هو أنا يعني أنا برضو الأم هي الترمومتر بتاع القيم في البيت على فكرة وبطرق غير مباشرة بقى وأنا دايما نقعد أقول لكل الأمهات إحنا دلوقتي التربية بقت غير مباشرة أنا ما ينفعش طريقة النصح المباشر دي قديمة جدا لكن التربية بتقديم النموذج وإن أنا أعلق في وسط ما إحنا بنعمل نشاط أو بنعمل أكلة أو بشاركو في أي حاجة أو أنا بشاركو في المشاهدة أنا لازم أعلق لو أنا لقي أن القيمة هتدعم عند الطفل من المشهد بشكل سلبي أو ممكن أقول كمان يا دكتور أن الرسالة مش توصله سليمة لأنه برضو ممكن يكون طفل مش قادر يفهم الرسالة قوي فنحاول أساعده في أن الرسالة توصله وكانت حاجة مهمة جدا من الحاجات اللي كان بيعتمد عليها المخرجين نهاية الفيلم يعني لو بنتكلم عن ظاهرة سلبية في المجتمع بنتكلم عن شخص سيء في المجتمع الشخص ده كبر وبقى حاجة كبيرة قوي في الفيلم طبعا لازم في النهاية أبين نهايته المأسوية عشان اللي كان قاعد بيتفرج ولمع في عينيه ظهور الشخص بهذه القوة والفلوس دي كلها والوضع اللي بقى فيه لا في نهاية الفيلم نهايته مأسوية فلازم دي حاجة مهمة جدا نركز عليها عشان الطفل هو بيتفرج من دلوقتي يعرف نهايته هتكون عاملة ازاي لو سلك نفس الطريق ده طبعا علشان كده أنا بقول العاطق على المؤلف والمخرج كبير جدا الفيلم لازم يكون فيه هدف فيه او المسلسل فيه حاجات توعوية يعني قد ايه فعلا لو هنتكلم بقى عن خلينا ايجابيين شوية وندي للناس حقها اللي بذلت مجهود في وسط العالم المنفتح اللي احنا فيه اللي فيه نزيف مش هنقول الحضار في القيم فيه نزيف في القيم الخلقية اللي حاصل يعني فخلينا نقول ان المسلسلات التوعوية واللي بتلقي الضوء على زي مسلسل الاختيار بجد بجد الحاجات اللي بتكون هدفة بتاخد حقها والناس بتفهم والمجتمع المصري شعب زواق على فكرة بيقدر يميز بين المحتوى التافه والمحتوى اللي عايز يوصل رسالة معينة وحتى يمكن اتضح ده من الحوار بتاع الناس المسلسلات فعلا الهدفة واللي اتبذل فيها مجهود لازهار قيم وترسيخ قيم واضحة والناس عرفاها يعني واخد حقها فخلينا دايب وعيشة كمان يعني واحد من الناس برضو كان بيتكلم عن اخي الرجال المحترمين وهو شاب صغير والفيلم مثلا مره على انتاجه كام طبعا وده قبل حتما يعني ارض النفاق ده احنا يعني ده من زمان اقوي بس الفيلم فعلا معلم فيلم زي النمر الاسود بتاع الراحل احمد زاجي قد ايه الفيلم ده في تحفيز غير مباشر لكل شخص بيحلم انه هو يبقى حاجة وبيبدأ من الصفر صحية الحاجات دي فعلا علامات في السينيما المصرية كانت الفنانة طبعا القديرة كانت سبيلة احمد امرأة من زمان الحب امرأة في زمان الحب المسلسل ده عظيم برضو كمن اهم المسلسلات اللي كانت موجودة بس يا دكتور فيه دلوقتي يمكن زمان المسلسلات او الاعمال الفنية بشكل عام يمكن كانت بتبقى يعني احنا مقدم نشغر يعني اتفرج نروح السينما فيلم بيجي في التلفزيون مسلسل بيجي في التلفزيون بنتجمع كلنا حواليه لكن دلوقتي العالم بقى مفتوح يعني فيه سوشال ميديا فيه في ناس تعمل شويت موفيز افلام قصيرة فيه ناس بتقدم فيديوهات بيقى فيها كونتنت مش لطيف او محتوى مش لطيف فده لأي مدى بيصعب شوية خلينا نقول الموقف او بيبقى فيه مسؤولية اكبر على صناع الاعمال الفنية انها تقدر تتعامل او تنتج اعمال طليق بالذوق المصري بشكل عام خلينا نقول ان العمل بيتحدث عن نفسه بدليل ان احنا الحاجات الهدفة زي مسلسل عائلة زيزي اللي تعرض برضو خليني قلقي الضوء عليه المسلسل ده بما اني انا مختصة بالاضطرابات فرط الحركة ونقص الانتباه قد ايه انا جالي ناس بالفعل على فكرة ما كانوش يعرفوا اني ولادهم عندهم ما كانوش يعرفوا يعني ايه فرط حركة اصلا وجولي لما شافوا المسلسل فبنتكلم عن مسلسل توعوي ومش كده بس ده فيه شباب كبير جاوا بقالوا يعني بقالوا سنين حاسس ان هو مختلف ونش عارف ايه اللي عنده عارف من المسلسل ان هو عنده اضطراب اسمه اضطراب فرط حركة واني ده اضطراب محتاج حاجات يعني سيستم معين في التعامل ومهارات تواصل لازم يبقى فاهم نفسه وجولي علشان شافوا المسلسل ده قد ايه الاعمال الجيدة الهدفة اللي ليها رسالة سواء كانت تحفيزية سواء كانت قيمية سواء كانت بتعايش الاسرة في جو حلو قيمي بتبقى ظهرة والناس بتبقى لمساها وبتسيب علامات على فكرة احنا بنقعد نتكلم عن مسلسلات زي ليال الحلمية وزي يوميات وانيس مثلا بداية الفنان محمد صبحي تحية ليه طبعا لغاية دلوقتي لغاية ما احنا كبرنا والحاجات دي سايبة أثر في عقولنا وبيحصل لما نشوف مواقف كانت شبه المواقف بنعرف ازاي نتصرف فطبعا ده اللي احنا تربين عليه وبنربي أولادنا عليه انا بخلي بنت تتفرج على وانيس على فكرة وبتتعلم منه حاجات جميلة قوي انا عايزة ده بقى ممكن نحي ده يعني ياريت رسالة لجميع المؤلفين ومخرجين الأفلام ياريت نحي ده بقى لاني القيم في الحضار رهيب ودور المؤلف ودور الأم في البيت وبحط على عطقة لازم تبقى شايفة إيه اللي ولادها بيشوفوه وتعلق على السلبيات لو لقيت أنه مفيش تعليق الرسالة مش واصلة للطفل لازم الأم تعلق المسؤولية بقت أكبر يا دكتور زي ما كنا نتكلم ان كان على صناع الأعمال الفنية أو حتى على الأسرة في ظل طبعا الانفتاح اللي الوقتي بقى موجود بسبب الانترنت بشكر حدايك جزيل الشكر طبعا دكتورة شيرين درديري استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك شكرا لك يا فن جزيل شكرا لك يا فن